موسيقى نشرة الأخبار معالين فائق نشرة أخبار الرابعة أهلا بكم والبداية بالعنوين موسيقى الحكومة تقترح تعديلات على قانون الانتخابات تتضمن إلغاء اقتراع الخارج والمشفيات والسجون موسيقى المنافذ الحدودية تعلن إحصائية العام الحالي من الإرادات موسيقى مشاريع مهمة تنتظر الاتفاق العراقية الصينية المرتقب ووزارة التخطيط تعلن اقتراب الاتفاقية من مراحل التنفيذ بعد التدقيق المرور العامة تواجه بعدم محاسبة العجلات ممن تحمل الملسق الخاص بها أو اللوحات الكرتونية ويحملون السنوية موسيقى إلى التفاصيل أهلا مكم كشفها مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبدالحسين الهندوي عن عزم الحكومة على إرسال تعديلات على قانون الانتخابات إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل بينها إلغاء اقتراع الخارج والمشفيات وسجون الهندوي قال أن الانتخابات ستتضمن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والنظام البيومتري في سجل الناخبين إضافة إلى التصويت الإلكتروني والمراقبة الأمنية لضمان منع عمليات التزوير مبينا أنه تمت مفاتحة الأمم المتحدة بشأن الرقابة الدولية للانتخابة المقبلة من جانبه قال وزير الخارجية فواج حسين أن مجلس الوزراء قرر إرسال كتاب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على دعم أممي للانتخابات العراقية المقبلة وتوفير مراقبين دوليين لمتابعة سير العملية الانتخابية لضمان نزهتها مجلس الوزراء أخذ قرار بإرسال كتاب إلى مجلس الأمن في نيويورك للحصول على دعم الأممي لدعم المسيرة الانتخابية وأن يكون هناك مراقبين دوليين أثناء الانتخابات وهذه الخطوة ستعزز نزاهة الانتخابات إجراءات تعمل الحكومة عليها لتسهيل إجراء الانتخابات بموعدها المقرر الإجراءات تمثلت بدقديم قانون تمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإكمال المتطلبات الأساسية الخاصة بالانتخابات قانون لتمويل المفوضية تعمل الحكومة على استكماله وإرساله لمجلس النواب في سابقة يعتبرها نواب الأولى من نوعها كون تمويل المفوضية يدرج عادة ضمن الموازنة الاتحادية وفي ظل الأزمة المالية اضطرت الحكومة لإدراجه ضمن قانون تمويل العجز المالي لكن مجلس النواب لم يصوت عليه وهو ما نفاه نوهب جاءنا بـ 41 تريليون تطلب الحكومة لما انقلنا الأبواب ما كان هناك باب للانتخابات أو المفوضية خلينا 2 تريليون يعني ما يعادل الفين مليار دينار سماح للحكومة تغطي فيها الانتخابات وغيرها مصاريف الانتخابات حسب تصريح الناطق باسم رئيس الوزراء 400 مليار هذه 400 مليار تتقسم على 8 أو 9 شهر من مدة متبقية من إجراء الانتخابات يعني بالشهر الواحد ما يقارب 50 أو أقام من 50 مليار وهو عدل الفين مليار زيادة في القانون الاخترار وبعيدا عن تأكيد نواب عن وجود فائض ضمن قانون تمويل العجز المالي يكفي لسد احتياجات مفوضية الانتخابات إلا أن أعضاء اللجنة القانونية أبدوا استعداد المجلس للنظر بالقانون حال إرساله من الحكومة وتمريره كونه يتعلق بالانتخابات ضمن ذلك يبدو لي أنه حينما سوف يعرض هذا الأمر إذا ورد إلينا مشروع قانون لتمويل المفوضية حينما يصل إلينا راح نتعاطى معه بشكل إيجابي لسد هذه الثغرة لأنه هناك اليوم الكلام أن الثغرة قضية متعلقة بالتمويل مع إيماننا المطلق أنه 12 ترليون كافية جدا لتمويل المفوضية ضمن التزامات الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة وتحتاج مفوضية الانتخابات إلى نحو 360 مليون دولار لاستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات وفق جداول وحسابات خاضعة لمقاييس منظمات دولية وينتظر مجلس النواب إرسال الحكومة قانون تمويل المفوضية للنظر فيه وتمريره بأسرع وقت ممكن إذا ما أرادت الكتل النيابية إجراء الانتخابات بموعدها المحدد أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد من جهتي أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية ينادم كنا أن قانون تمويل انتخابات مجلس النواب لم يصل إلى البرلمان حتى الآن مشيرا في نشرة سابقة مع الإخبارية إلى أن التكلفة المقدرة تبلغ 329 مليار دينار ولد المفوضية مبلغ 133 مليار دينار مدورا من العام الماضي قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب تحت هذا العنوان لم يصل لحد الآن للبرلمان فقط تم إقراره في مجلس الوزراء ولكن معلوماتنا طبعا غير الرسمية اللي ما وصلتنا هي كلفة تم تقديرها بـ 329 مليار دينار 329 مليار دينار لدينا مدور من عام موازن 2019 133 مليار فيبقى لدينا نقص 196 مليار يعني 165 مليون نورار تقريبا يعني مو مبلغ كبير وهذا منها سيتم الإقراض أو تغطيتها بالاقتراض من إصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية للإقتراض من مؤسسات معلية ودولية موضوع اتفاقية غير موجودة ألغاء أي اتفاقية مع الصين أبدا وليقول لها غير اتفاقية قل يقول لها غير اتفاقية تم توقيها في زمن الدكتور العبادي وانا عندي كتاب ومقعة السيد ودير مكتب الدكتور العبادي للدنف شوفوا ومقعة الدكتور عياد السين العبادي في ملف الإرادات غير النفطية للعراق أعلنت هيئة المنافذ الحدودية تحقيق أكثر من تريليون دينار إرادات ضريبية وقمروجية وأمانات منذ بداية العام الحالي لغاية الثلاث عشر من الشهر الحالي وذكرت الهيئة في بيان أن هذه الأرقام تأتي حصيلة لدور الرقابي للهيئة مع الدوائر العاملة كافة في ظل تفشي جائحة كورونا وتراجع عمليات التبادل التجاري كما ضبطت الهيئة الفين وستمائة وخمسة وتسعين مخالفة قانونية ونفذت إلقاء قبض بحق مطلوبين للقضاء كما كشفت الشركة العامة لموانئ العراق عن تجاوز الواردات المالية خلال شهر تشرين الأول وتشرين الثاني الحالي خمسة وتسعين مليار دينار وقال مدير الشركة فرحان الفرطوسي أن واردات الموانئ وصلت خلال الشهر الماضي إلى خمسين مليار دينار أما الشهر الحالي فتترى وحتى الآن بين خمسة وأربعين وستة وأربعين مليار دينار مبينا أن هناك مشكلة تتمثل بطريقة الدفع بالآجل من قبل الشركات الحكومية حيث ترتبت عليها مبالغ كبيرة وصلت إلى ما يقارب خمسة وثمانين مليار دينار وسيتم إصدار تعليم جديدة قريبا للحد منها وإيجاد الحلول لها هذا وعلنت هيئة المنافذ الحدودية يوم أمس فتح منفذ عرعر الحدودي وبشكل رسمي مع السعودية أمام التبادل التجاري بعد أكثر من ثلاثين سنة من الإغلاق وحضر الافتتاح وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ولغى عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومحافظة الأنبار وكربلاء المقدسة فيما مثل الجانب السعودي السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين بعد إغلاق استمر لثلاثة عقود من الزمن منفذ عرعر الحدودي يعاود نشاطه التجاري بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية إعادة النشاط الاقتصادي والتجاري لهذا المنفذ يمثل تحولا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين العلاقات التجارية العراقية السعودية تعود من بوابة عرعر الحدودي بعد إعادة افتتاحه رسميا للتبادل التجاري بين البلدين وزير الداخلية أكد أن عودة النشاط التجاري لهذا المنفذ المهم مع المملكة العربية السعودية ستكون له مردودات اقتصادية كبيرة في دعم الموازنة المالية الاتحادية فتح المنفذ يعني كثير من الأمور أولا إعادة الأواصر الاجتماعية والتاريخية بين البلدين الشقيقين هذا المنفذ معروف للجميع أنه تم تأسيس عام 1971 وتم غلق عام 1990 يعني صار إلى 30 عام الظروف الآن الاقتصادية والصحية وهبوط أسعار النوت وانهيار الاقتصاد العالمي يطلب فتح هذا المنفذ حتى يزيد التبادل الاقتصادي تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى مردودات إيجابية بالمستقبل بأمس الحاجة البلد أن يعيد فتح منافذة وتدار وفق نظام إلكتروني موحد حتى يحقق إرادات اقتصادية تسهم في رفض الموازنة الاتحادية السفير السعودي في بغداد بيّن أن مستوى التبادل التجاري بين بغداد والرياض سيكون عبر منفذ عرعر الحدود وأن هذا المنفذ سيكون أحد الممرات التجارية النموذجية وأنه سيمثل مرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين منفذ متكامل منفذ يليق بالعلاقات السعودية العراقية وبجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية منفذ جبار استغرق سنة كاملة من البناء سيتم من خلاله التبادل التجاري وسيتم من خلاله زيارة العمرة والحج وكذلك الزيارات العوائل بين الشعبين الشقيقين وسيكون رافض خير للعلاقات السعودية العراقية النشاط التجاري للعراق مع دول الجوار يفتح آفاقا جديدة لاستثمارات اقتصادية مختلفة ستسفم في تنمية عجلة البناء والإعمار في جميع مناطق البلاد من منفذ عرعر الحدود حسام التميمي العراقية الإخبارية هذا ودشنت السعودية معبر عرعر الحدود بقافلة من المساعدات إلى العراق مراسل الإخبارية ذكر أن الرياض أرسلت قافلة مساعدات مكونة من 15 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية مبينا أن المساعدات التي وصلت ستعقبها قوافلة أخرى خلال الأيام المقبلة أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يحيى العيثاوي عدم وصول الاتفاقية الصينية إلى مجلس النواب للتصويت عليها مشيرا خلال استضافته بنشرة سابقة إلى أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ لعدم حصولها على موافقة البرلمان الاتفاقية العراقية الصينية لحد الآن لم تأتي إلى البرلمان من أجل التصويت عليها نحن كل اتفاقية مع أي دولة تأتي إلى اللجان المختصة في البرلمان العراقي وتناقش وتقرأ قلة وثانية وتوجد عليها ملاحظات وبالتالي يصوت عليها داخل البرلمان وتعتبر هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ نحن لحد الآن بصدد أن هناك اتفاقية وقعت كل هذا الكلام لا يمكن لنا أن نعتبره خارطة طريق أو خارطة عمل للعراق ما لم يصوت عليها ومعرفة هذه الاتفاقية وماذا ستدر إلى العراق من فوائد وكيفية إدارة هذه الاتفاقية تأكيدات لرئيس الوزراء بعدم وجود اتفاقية بديلة عن الاتفاقية مع الصين فندت الإشاعات التي أطلقتها بعض الجهات ودفعت المؤسسات إلى طرح المشاريع المهمة استعداد الإدراجها ضمن الاتفاقية الصينية نتمسكين بكل مذكرات دفاهم مع الأصدقاء في الصين لم يتملغى أي اتفاقية هكذا كان رد رئيس الوزراء حول ما يثار عن الاتفاقية الصينية التي يعول عليها العراق في تخليص مشاريع البنى التحتية والاستراتيجية من البيروقراطية والفساد والمصالح الحزبية وغيرها الكثير من المعوقات التي عطلت لسنوات وعلى مدى حكومات متعاقبة هذا الملف تطمينات قبل أن تكون للصين فهي رسالة لجميع الدول الراغبة في الاستثمار والدخول في السوق العراقية الاتفاق العراق الصيني هو ضمن حيز التنفيذ والفترات الماضية كانت ربما فترات نقاش بحث تحديد مسارات الآن كل هذه جاوزناها المراحل وصلنا إلى مراحل الدخول في التنفيذ لا سيما مع وجود أموال ضمن الصندوق الذي أسس لهذا الغرض هناك توجه لدى الحكومة ولدى وزارة التخطيط بالاستفادة من مخرجات القرض أو الاتفاق الصيني لتمويل المشاريع المستمرة لدينا اليوم أكثر من ستة ألاف مشروع على قيد التنفيذ هذه المشاريع في مختلف مجالات ومنتشرة في كل المحافظات وكشفت بعض المؤسسات الخدمية عن طرح بعض المشاريع تمهيدا لإدراجها ضمن الاتفاق الصيني وغيرها من الاتفاقيات بعد إكمال كافة المتطلبات فضلا عن تقديم مؤسسات أخرى مشاريع عدة بغية تنفيذها ضمن الاتفاقيات التي تعد أهم البدائل لتنفيذ المشاريع في ظل الأزمات المالية التي تمر على البلاد أربع مشاريع حاليا هي قيد التنفيذ في أطراف بغداد تحتاج أيضا للتمويل بالإضافة للتزامات التشغيلية الأخرى تشغيل المشاريع المنجزة فبالأفق القريب ما أعتقد أكون حيز أو مجال لأنه نقدر نمولها من موازنة الدولة فيفضل أنه تروح باتجاه الاتفاقيات والقروض وحسن المتابعة وحسن الإدارة لا ضير في أنه تكون شركات صينية أو حتى شركات من جنسيات دول أخرى بإشراف الجهات العراقية وتسعى الحكومة إلى إبعاد الاتفاقيات عن المتغيرات السياسية في داخل البلاد وخارجه خصوصا وأن العراق بحسب مختصين بأمثل حاجة لهذه الاتفاقيات لإعمار بناه التحتية وتنفيذ المشاريع الستراتيجية التي لا تستطيع الموازنات المالية تخطيتها من بغداد حسن الفوز العراقي الأخبارية قانون جديد سيعمل على الحد من الابتزاز والفساد بمختلف عنوينه داخل مؤسسات الدولة مجلس الإعمار الذي سيرسل إلى البرلمان للتصويت عليه سيحصر ملف توقيع عقود مقاولات المشاريع بمؤسسة واحدة دون المرور بالحلقات الروتينية التي طالما كانت أزمة مستعصية أمام إقامة المشاريع الاستثمارية قانون مجلس الإعمار سيعرض للتصويت وسيمرر حسب تأكيدات لجنة الخدمات النيابية هذا القانون سيؤسس لمجلس إعمار يأخذ على عاتقه توقيع عقود مقاولات المشاريع الكبيرة وسيرأسه رئيس الوزراء نواب أكدوا أن هذا القانون سيقضي على عمليات الابتزاز والفساد التي تشوب عددا من مشاريع وزارات ومؤسسات الدولة مصرين على إدراج هذا القانون بحيث يكون هو الرافد الأساسي للاقتصاد العراقي وبالتالي نبعد كافة الوزارات كافة الهيئات عن الشؤون الهندسية والإدارية بهذه التفاصيل فقط يستلم طلبات هذه الدوائر الهيئة الوطنية الاستثمار وهيئات المحافظات وهيئات الفرعية يعني عملها يختلف عن مجلس الإعمار هذه الهيئات عندها فرص استثمارية ممكن يكون هناك ترابط ممكن يكون هناك استشارات ممكن هناك تعاون ما بين الهيئة الوطنية والمجلس الإعمار خبراء الاقتصاد شددوا على ضرورة الاهتمام بآلية تأسيس المجلس فيما تطالب شخصيات من القطاع الخاص بإشراكها فيه وإبعاد تأثيرات السياسيين عنه المشاريع التي تتجاوز 250 مليار هي اللي راح تنشمل وهذا يحسم إلى مبلغ من الموازنات سنويا لتعزيز رصيد هذا الصندوق لأن يكون مستقل نأمل أن يكون القطاع الخاص نفس قوي في هذا المشروع تأسيس ما لها أنت لا تحتاج أن تتوسع بجهاز كبير وهناك جهاز الدولة الكثير من الخبراء والاقتصادين تستطيع أن تسحب من أجلس الدولة النخب والكفاءات وفي حال تمرير قانون مجلس الإعمار فإن المجلس سيضاف إلى مؤسسات عديدة معنية بالخدمات والإعمار والاستثمار مؤسسات لم تحقق ما أنيط إليها من مهام حسب مراقبين فهل سيكون المجلس الجديد عنصر نجاح عملية إعمار البلاد التي نخرها الفساد؟ ياسر عامر العراقية الإخبارية بغداد تراجع الخدمات وتهالك البناء التحتية في كربلا عزة الجهات المختصة في الحكومة المحلية أسبابها لقلة التخصيصات المالية المرصودة للمحافظة والمواطن ما زال في انتظار الحيول التي طال انتظارها نظرات حائرة لهذا الطفل وهو يرقب وصول الخدمات إلى الحي الذي يسكن فيها إلا إن القائمين على ملف الخدمات لم يحسموا أمرهم بالنسبة إلى حي النظال والكثير من الأحياء المجاورة له والمبرات جاهزة أولها نقص التخصيصات المالية لعدنا خطة لهذه الأحياء سوف ندخل بها بعملية تنفيذ تبليط وطرق للشوارع الرئيسية التي تخدم الناس من حيث المدارس ومركز المسلشفيات ومراكز الشرطة ولكن نقف مكتوفي الأيدي أمام تمويل مشاريع البلد التحتية اللي هي الماء والمجار والكهرباء وعدنا كشوفات فنية مسحرة للأحياء اللي بيها تصاميم قطاعية جاهزة وكاملة ومنتظرين فقط التخصيصات المالية في حال ورود تخصيصات مالية عدنا أولوية لبعض الأحياء التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية فصل الأمطار أصبح على الأبواب وشوارع هذه الأحياء باتت مهيئة لتكون بركاً آسنة تورق ساكنيها وهم يتسائلون متى ستصل الخدمات التي طال انتظارها منذ سنوات بخصوص حي النضال حي شعبي طبعاً وغير مخدوم الآليات والإمكانيات المتوفرة عندنا حالياً نحن مستمرين طبعاً بالعمل اليومية مستمرين حملات عمل مكثفة بس الآليات متتناسم وحجم الأنقاذ وحجم الزيادة السكانية بهذه المنطقة توفير الخدمات للمواطن مثل المي التبليط المجاري على أبواب شتاء هنا على موسم دراسي يعني العراق أول احتياط نفط بالعالم المفروض هي الأمور كلها البسيطة متوفرة حكومة التبليط ومجاري وخدمات للحي ويبقى أهالي هذه الأحياء السكنية بين مطرقة نقص الخدمات الأساسية التي أثرته بشكل كبير على حياتهم وسندان قلة التخصيصات المالية من قبل الحكومة البركزية من كربلاء المقدسة حسن المحنة العراقية الإخبارية أكد رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح أن الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة مشددا على أهمية التكاتف الضولي في مواصلة الحرب على تنظيمات الإرهابية باعتبارها خاطرا عابرا للحدود ويهدد الجميع صالح أشار خلال استقباله المستشار في وزارة الدفاع البريطانية السيرجون لوري مار والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي إلى رفض العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بل أن يكون محورا في تعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادته وأرضه وأضاف أن بعض الخلايا تسعى بين الحين والآخر إلى تهديد أمن واستقرار المواطنين في عدد من البلدات لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع التحالف الدولي تواصل ملاحقة الإرهابيين لمنعهم من تنفيذ أهدافهم أمنيا وبحسب توجيهات القائد العام القوات المسلحة نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في محافظات ديالا وكركوك ونينوى والأنبر الناطق باسم القائد العام لواء يحيى رسول أكد إلقاء القبض على خمسة إرهابيين في الموصل والفلوجة وكركوك مبين أن جهاز مكافحة الإرهاب باشر بسلسلة من الواجبات في ديالا أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بينهم عنصر خطير ينتمي لعصابة داعش الإرهابية في ديالا شرعت قوة مشتركة من الجيش والحجر الشعبي بتنفيذ عملية أمنية واسعة في المناطق المحاذية لمحافظة إيكركوك وصلاح الدين لملاحقة العناصر الإرهابية وأجرى خلال العملية تدمير عدد من الأوكار والعبوات الناسفة شرعت القطاعات المشتركة من الجيش والشرطة والحجر الشعبي بعملية عسكرية واسعة شمال شرق محافظة ديالا لملاحقة بقايا عناصر الإرهاب لتكون المناطق المحيطة بناحية العظيم وقرى النائية محاذية لسلسلة جبال حمرين أولى محطاتها في المسح والتطهير التي تحوي على ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية كونها ذات تضاريس معقدة طلقت عملية واسعة النطاق من خلال قطاعات فرقة المشات الخامسة المتمثلة بلواء المشات الثمنتاش وأيضاً لواء المشات العشرين وبمشاركة ومباركة من قبل الحجر الشعبي وأيضاً الحجر العشائري وكذلك لا نسى دور أفواج الطوارئ وكذلك مدير شرطة ديالا المشتركة بهذا الواجب هذه العملية الاستباقية تدل على أنه أكو تواجد للمسلحين وإن شاء الله اليوم سنقضي على الخلايا الموجودة في داخل جبال حمرين وسنقلعها من الجذر حتى نؤمن حدود محافظة ديالا تسخير الجهد الاستخباري خلال العملية العسكرية والتنسيق المشترك بين القطاعات المشاركة أسهمت بشكل فعال في تنفيذ المهمة بدقة لتثمر عن تدمير عدد من المظافات كانت تحوي مواد غذائية وألبسة ودراجة نارية ومعالجة عدد من العبوات الناسفة تم تفتيش اليوم قراء عوينات القصب وصنيديج وأم الغزلان وعمر مندان والشواذب هذه العمليات مستمرة لتطهير هذه الأراضي والقراء تم العثور على أربع مظافات ودراجات نارية اثنين تم تدميرها مواصلة القطاعات العسكرية في ديالا لعملياتها الاستباقية بتفتيش وتطهير المناطق المعقدة لا سيم المحاذية لمحافظتي كاركوك وصلاح الدين ستكون كفيلة بقطع دابر الارهاب ودكي أوكارهم حسب تأكيدات القيادات الأمنية هنا من المنطقة المحصورة بين ديالا كاركوك وصلاح الدين شاكر الوندي العراقية الإخبارية وفي صلاح الدين شرعت القوات الخاصة في الجيش والحج الشعبي بعملية تجريف الجزرات الوسطية في نهر دجلة بمدينة سامراء لانهاء ملاذات بعض الإرهابين فيها قطاعات العسكرية التابعة لقيادة عمليات سامراء نفذت عمليات عسكرية بالتنسيق مع الويت الحيد الشعبي لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي بالجزرات الوسطية المنتشرة بنهر دجلة هذه المنطقة ومنطقة الحوائج أو ما تسمى بالجزرات الموجودة في نهر دجلة قد تشكل نوع من مأوى أو مكان شكل مضافة للتنظيم داعش الإرهابي فصدر القرار بأنه نزيح ونجرف هذه الجزرات الجهد الهندسي تمكن من نصب جسر عائم لتسهيل دخول القطاعات العسكرية للجزرات الوسطية وإجراء عمليات البحث والتفتيش بغية الوصول لأوكار الإرهابيين والعبوات الناسفة منذ أربعة أيام مباشرة لواء القوات الخاصة الأول فوج القوات الخاصة الأول بالاشتراك مع قطاعات عمليات سامراء والشرطة الاتحادية والقطاعات المتمثلة بالحجد الشعبي بتجريف المناطق المحيطة بجزيرة أم حريش ثم مد جسر عائم من كتيبة تجسير المقرة العام والعبور إلى الضفة الثانية من الجزيرة وعبور الآليات وبالتالي تم تجريف وتأمين المنطقة بالكامل من جزيرة أم حريش تم تطهير الجزرة وجدنا بعض المضافات البسيطة التواجد للعدوكان بسيط وجدنا بعض الأطعمة فهيئنا المنطقة تقريبا بالكامل إن شاء الله عملية عسكرية اتسمت بالتنسيق المشترك بين القوات الأمنية والحجد الشعبية في ظل إسناد جوي من طيران الجيش لإدامة الاستقرار الأمني بأطراف مدينة سامراء عمر العزاء العراقي الإخبارية صلاح الدين وفي ملف إعادة النازحين بحث رئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياض مع وزيرة الهجرة والمهاجرين إيفان فائق أليات عودت جميع النازحين إلى مناطقهم وأغلاق ملف النزوح في البلاد الجانبان أكد ضرورة تنسيق الجهود الحكومية لاستكمال عودة النازحين إلى المناطق المحررة ومساهمة الحجد بإجراءات عودة النازحين حيث أشار الفياض إلى أن الحجد مستمر في تقديم الدعم والإسناد إلى وزارة الهجرة بتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم هناك خمسة عشر مخيم تم إغلاقها في الأيام السابقة القريبة السابقة ونحن الآن بصدق غير القلب المتبقي التي لا يتجاوز خمس مخيمات مع داقليم كردستان تعمل القوات الأمنية في جانب الاستخباري وجانب العملياتي بتدقيق النازحين من حيث المعلومات وأيضا تحرص قواتنا الأمنية على توفير بيئة آمنة ورسالة طمئنان للنازحين تمهيدا لعودتهم وإغلاق هذه الملفات قيادة عمليات مشتركة كان إلى رأيي والأجهزة الأمنية جاهزة الوطنية والأجهزة الأخرى شكلت من ضمن هذه القرارات فرق لتحليل أسباب تأخير عودة النازحين إلى مناطقهم وتذليلها واتخاذ قرارات مهمة وزارات ساندة أيضا كانت حاضرة وزارة النقل وزارة النفط لتذليل الصعاب لتواجه حركة النازحين أو الإمكانات المطلوبة من عجلات من وقود لتمكينهم في المناطق التي عادوا إليها ويها مناطقهم في ذقار اليوم أغلق متظاهرنا جسري حضرات والنصر في المحافظة وذكر مراسل العراقية الإخبارية أن المتظاهرين طالبوا بإقالة المحافظة ومدير بلدية الناصرية كما عبروا عن رفضهم لما وصفوه بسياسة التسويف ودعوا إلى ضرورة الإسراع بتوفير الخدمات وتلبيات المطالب المشروع وإلى ملف الانسحاب الأمريكي حيث قال وزير الخارجية فؤاد حسين أن رئيس مجلس الوزراء اتفق مع عزير الخارجية الأمريكي مايك بومبايو على سحب 500 جندي أمريكي من العراق حسين قال خلال أبو أتمن صحفي أن عدد القوات الأمريكية في العراق سينخفض إلى 2500 عنصر فقط بعد الاتصال المهم وتشاور بين دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وسيد وزير الخارجية الأمريكي بومبايو تم الاتفاق على الإعلان عن انسحاب 500 عنصر آخر من العناصر العسكرية من العراق وزير الخارجية أضح أيضا أن العمليات القتالية التي كانت سبب وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق انتهت مبينا أن القوات التي ستبقى غير قتالية طبيعة القوات المتبقية لا تكون قوات قتالية أي أن القوات القتالية الأمريكية تنسحب من العراق وفي الواقع وبالمفهوم العسكري الأمريكي أو مفهوم العسكري دخلنا المرحلة الرابعة وهي المرحلة النهائية أي مع انتهاء المرحلة الرابعة سوف تنتهي العمليات القتالية والتي كانت سبب وجود القوات الأمريكية والقوات التحالف في العراق بعد جولات الحوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن حول إعادة جدولة انسحاب القوات الأمريكية خارج العراق بدأت الإدارة الأمريكية سحب 500 جندي من العراق في خطوة لإنهاء وجودهم العسكري سحبوا نحو 500 جندي أمريكي من العراق في منتصف الشهر الأول من العام المقبل بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن قرار أمريكي سينخفض بموجبه العدد الكلي لتلك القوات إلى 2500 عنصر خطوة قال عنها القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إنها كانت بموافقة كاملة من المسؤولين العسكريين في القيادة المركزية الأمريكية والبنتاجون مبينا أن القرار يتماشى مع وعد الرئيس الأمريكي ترامب بإرجاع القوات الأمريكية إلى المنازل ولا رجوع في هذا القرار شرطا عدم تهديد سلامة بلاده بهذه الإجراءات قادتهم عسكريون كبار في البنتاجون إضافة إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي قالوا أن قلية صغيرة في الكونغيرس فقط ستدعم الانسحاب السريع يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية ليلة الثلاثة ووقعت أربعة صواريخ منها داخل المنطقة الخضراء وذهب الثلاثة لتقتل طفلة وتصيب خمسة مدنيين وزير الخارجية العراقي فواد حسين قال أن المفاوضات وصلت إلى المرحلة الرابعة والنهائية لانسحاب القوات الأمريكية مؤكدا أن القوات التي ستبقى في العراق غير قتالية وذهب متابعون الاشياني لأن أعلن الانسحاب جاء باتفاق بين بغداد وواشنطن بعدما جمع اتصال الرئيس الوزراء الكاظومي بوزير خارجية الولايات المتحدة بومبيو سيد مهدي العراقية الإخبارية أصدر مدير المرور العام قررا جديدا بشأن إكمال معاملات الحاجزين عبر البوابة الإلكترونية وقال أن مدير مواقع التسجيل مخولون لتقدير الحالات الإنسانية للمواطنين لإكمال معاملاتهم للحاجزين عبر البوابة الإلكترونية بعد انتهاء وتجاوز منذ السبعة أيام من موعدي مراجعتهم تأخر الشركة المتعاقدة في استفاة تسوية الجمهورية والضريبية هي اللي صار عندنا هذا الخلل البسيط اللي شار راح يعالج لأن كلوحات مرورية موجودة عندنا حاليا مليون لوحة مرورية متى ما حلت هذه المشكلة البسيطة راح تطبع وتوزع على كل البغداد والمحافظات إضافة إلى أن موضوع الحجزات الإلكترونية الكل يعرف أنه كل مراجعات مدير المرور العام محاليا عبر العجز الإلكتروني الحجز الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لكن حقيقة نعرف أنه متى ما ظهرت موعد المراجعة اطينا فترة السباح لمدة سبعة أيام وراء السبعة أيام يسقط حق المراجعة ولازم يحجز من جديد سيد مدير المنعام أمر بأن يكون ويخول مدير الموقع إلى صلاحية يقدر الحالة الإنسانية ويكملوا معاملاتهم الحاجزين عبر البوابة الإلكترونية اتساع حالة العنف الأسري خلال المدة الأخيرة دفع مجلس النواب إلى دراسة مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري للإسراع في إقراره خبراء تحدثوا عن وجود بعض الفقرات في مشروع القانون تخالف مواد الدستور مجلس النواب يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري عبر استضافته في جلسة نقاشية خبراء وأكاديميين متخصصين لإنضاج القانون وتشريعه للحد من السلوكيات العنفية والجرمية التي تنامت مؤخرا في المجتمع القانون بوحده لن يكون الكافي لدرء أو لإنهاء ظاهرة العنف الأسري وإنما التوعية ورقي السلوك المجتمعي نعم ورقي الإنسان بذاته القانون الذي يتكون من عشرين مادة عالجت في أغلب أبوابها المشكلات من الناحية القانونية والعقابية فقط لكن متخصصين اعترضوا على طريقة كتابة القانون الذي يخالف مواد دستورية كثيرة هذا المشروع قد خالف المادة 19 باعتباره أنها اعتبر الأكراح على التسول جريمة ولكنه لم يحدد العقوبة المفروضة لها أيضا خالف المادة 2 على أولا من الدستور وكذلك خالف المادة 29 من الدستور وكذلك المادة 41 المتعلقة بحرية العراق في اختيار أحوال الشخصية ويقترح أساتذة في علم الاجتماع والعلوم النفسية أن تؤسس هيئة معنية بمعالجة المعنفين إلى جانب القانون على أن تتماهى وطبيعة المجتمع العراقي فضلا عن معالجات مجتمعية واقتصادية تشارك فيها مؤسسات حكومية ومنابر علمية ودينية بأن تكون هناك مقاتب استشارات خاصة بالأسرة تتولى الاستشارات النفسية والاجتماعية للأسرة وبنفس الوقت تتولى التمكين المادي يعني الكثير من العنف وأسباب اقتصادية أو الاكتظاظ السكاني أو كثرة مناطق العشوائية أو في أطراف المدن ومع أهمية القوانين التي تحدوا من العنف والجرائم الأسرية والمجتمعية لكنها تبقى رهينة التنفيذ من قبل الجهات المعنية التي عادة ما تفشل بمعالجة السلوكيات الخاطئة بقوة القانون فقط سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد إعادة التشجير والتشجيد البيئي لمعالجة مشكلة المناخ كان عنوان الأبرز لورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي إذ دعى المشاركون إلى إعادة الغطاء الأخضر ومكافحة تصحر والشروع بزراعة مليون شجرة عشرات الأراضي الزراعية تجرف بين الحين والآخر نتيجة الزحف السكان عليها إهمال لغابات النخيل التي تحيط بمشارف العاصمة بغداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أقامت ندوة ضمن مشروع زراعة مليون شجرة العراق كان أرض السواد وكان فيه أكثر من ثلاثين مليون نخلة أكثر من ميتين وخمسة وخمسين نوع من التمر الآن نحن نقولها وبكل علم أن العراق ليس فيه سوى مليونين وثلاثمائة نخلة مبادرة خمسية لإعادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء إلى سابق عهدها ضمن البرنامج الحكومي الذي بدأ منذ 2016 يخص جميع المواقع المجرفة والمؤسسات الحكومية والمناطق المهملة البرنامج جعنا بنشر ثقافة التجيير في الجامعات العراقية وتصديرها إلى المجتمع العراقي نحن مشروع زراعة مليون شجرة في وزارة التعليم العالي المشروع انطلاق من 2016 من ضمن الأهداف نعمل الحد على التغيير المناخي الحد من مكافعة التصحر اللي صار ببلدنا فبالنسبة للتغيير المناخي والتلوث عدنا خطوية وزارة النفط بأنهم نقوم بتشجير الحقول حول الحقول النفط ومدن الاستخراج النفطي تواصل المؤسسات البحثية والتعليمية والبيئية لتحسين الواقع البيئي الذي يقلل نسبة تلوث الذي تطلقه عوادب المركبات وبعض المعامل عبر غطاء نباتي دائم علينا أن نحترم البيئة التي نعيش فيها الكون الذي نعيش فيه ليوفرنا كل احتياجاتنا لا بد أن نفكر بالأجيال القادمة لذلك نقول نحتاج الأوكسيجين النقي الاهتمام بالتشجير لربما هو إذا كان يدخل في إطار الثقافة العامة نحاول أن نجعله باعتبار ثقافة لكل العراقين ثقافة مختصة توسع من اهتمامات المواطن العراقي بسياسة التجير دراسة الحديثة تقول أن التوسع في تجير المدن يمكن أن يقلل التلوث في الهواء وهي معادلة تحتاجها الكثير من المناطق التي تتميز بكثافة سكانية عالية وزحامات مرورية لا سيما النفطية والصناعية من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية في مسجدات الموقف الوبائي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2374 إصابة جديدة و39 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية الوزارة في بين لها أشرت إلى تماثل 2314 حالة للشفاء من كورونا تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم 56 مليون جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أشرت أيضا ارتفاع إجمال حالة الوفاة في العالم الناجمة عن الإصابة بالوباء إلى أكثر من مليون وثلاثمائة ألف وخمسة واربعين حالة دفع الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب ثلاثة ملايين دولار في إطار إجراءات تقدمه بطلب لإعادة فرز أصوات الناخبين في مقاطعتين مواليتين للديمقراطيين بولاية ويس كونسون ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات إعادة الفرز اليوم على أن تنتهي في الأول من الشهر المقبل وحسب النتائج المعلنة فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن حصل في المقاطعتين على أكثر من خمسمائة وسبعة وسبعين ألف صوت مقابل مائتين وثلاثة ألفا لترامب أعيد انتخاب نانسي بيلوسي لقيادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي خلال الانتخابات الافتراضية التي جرت اليوم وبارك الحزب الديمقراطي في حسابه على تويتر لنانسي بيلوسي على انتخابها مرة أخرى لتكون مرشحة منصب رئيس مجلس النواب تحت ظل هذه الشجرة يدرس عشرات الأطفال اليمنين بالقرب من مدرستهم التي دمرت الحرب الدائرة منذ خمس سنوات ويحلم هؤلاء الطلاب بعودتهم إلى مدرستهم حلم أصبح بعيد المنال جراء الصراع الدموي الدائر في هذا البلد يدرس هؤلاء الطلاب تحت الأشجار في أجواء مشمسة ويتخذون من الأحجار مقاعد دراسية لهم مئات الطلاب في اليمن يدرسون تحت الأشجار أو في مبان قديمة ومهجورة ندرس في القاعد وتشبه مدرستنا كاما خربانا وندرس تحت الأشجار أو في السهوات أو في أي حاجة اليوم ما فيه مدرسة اليوم لا شماط لا هندسات ولا أي حاجة اليوم ندرس بهذا القطم ندرس لا معانا شمطات ولا أي حاجة ولا ملابس من أول كان فنان المدرس كان فيه بوفيات كان فيه بوفيات ومدارس وماسات وكراسي اليوم نقعد على الطب وفقا لتقارير أممية حول التعليم في اليمن فإن 4.5 مليون حرموا من مواصلة التعليم خلال الأعوام الماضية فالعام الدراسي الحالي لم يكن أكثر حظا من الأعوام السابقة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات والتي دمرت البنية التحتية للعملية التعليمية اليوم نحن في زمن التطور والحضارة يعود أبنائنا وتعلموا تحت الشجرة كما كان أباءهم وأجدادهم في الماضي الآن لم يعد لدينا سوى بقايا مدرسة ولم يعد أي فصل من 12 فصل كانت في السابق صالح للتعليم لم يعد منها فصل واحد اليوم صالح فاضطررنا إلى أن نستخدم البيوت المجاولة التي نزح الأهالي منها لنستخدم الطلب أيضا العداد الهائلة من الطلب الذين يعتادون المدرسة لا تغطيهم تلك البيوت فاضطرنا لنستعادة بهذا الشجرة يحرق أطفال اليمن على مواصلة تعليمهم في بلادهم الذي تم إغلاق أكثر من نصف مدارسه واستخدمت كثير منها كثكنات عسكرية بأكثر الوسائل التقليدية المتوفرة ولو من تحت الأشجار في اليمن يتجه مئات الطلاب كل صباح نحو الأشجار والمساجد هؤلاء الأطفال ليسوا في رحلة ترفيهية للدراسة خارج المدرسة ولا يذهبون للعبادة بل يذهبون للدراسة هذه الأماكن أضحت مدارس بديلة عن المدارس التي تعرضت للدمار جراء الصراع المسلح هنادي أنعم العراقية الإخبارية اليمن وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين الحكومة تقترح تعديلات على قانون الانتخابات تتضمن إلغاء اقتراع الخارج والمشفيات والسجون تحقيق أكثر من تريليون دينار إرادات ضريبية وجمرجية المنافذ الحدودية تعلن أحصائية العام الحالي من الإرادات مشاريع مهمة تنتظر الاتفاق العراقية الصينية المرتقب ووزارة التخطيط تعلن اقتراب الاتفاقية من مراحل التنفيذ بعد التدقيق المرور العامة توجه بعدم محاسبة العجلات ممن تحمل الملسق الخاص بها أو اللوحات الكارتونية ويحملون السنوية شكرا المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة